بعد مطش النهاردة ما بين نادي الزمالك وصوار الغيني والهزيمة القاصية لصوار الغيني معانا هنا في الأستوديو المدير الفني السيد عدة بن عمار مدير الفني لفريق صوار الغيني أنا برحب بحضرتك هنا في القناة الأولى مصرية ببرنامج رقم عشرة أنا شفت لك تصريح لي علاقة بأن فريقكم ملعبش شهرين قبل المطش إلى أي مدى أنت شايف أن ده كان لي تأثير على أدائكم النهاردة في المباراة بالطبع هذا شيء واضح على فريق عندما تشارك في بطولة ولا تلعب ولا تستعد بشكل واضح ومهم حتى على المستوى الزهني والتركيز للعبين هذا شيء صعب جدا كل سنة تفرق في مشاركة في كتاب فطبعا هو أثر كثيرا على أدائنا في هذه الليلة ولكن هذا صعب لنا كان شيء صعب أن ترى فريق لم يلعب منذ شهرين عظيم جدا وجدنا بعض التحسن في أداء الفريق في الشوط الثاني كنت بسأل على التعليمات بتاعتكم لمبين الشوطين أنا طلبت من اللعبين أن يلعبون بشكل واضح أن يفعلوا أفضل ما لديهم طلبت منهم أن يلعبوا ولا يتوقفوا عن اللعب أبدا وطلبتهم بعض النصائح أن تلعب بفكرة أنك تقتل الخوف وهذا شيء مهم قلت لهم أن يهاجمون الزمالك فريق قوي جدا ولكن يجب مهاجمته عندما تلعب فريق بيرمس الزمالك يجب أن تهاجم ولا تخاف أن تقتل الخوف داخلك حتى تستطيع أن تتقدم للأمام ولكن ليس فقط الدفاع والبقاء في الخلف وهذا ما طلبت من اللعبين أن يهاجموا وأن يلعبوا أعلم أن فنيا أن اللعبين لم يكن على المستوى المطلوب وحتى على المستوى البدني ولكن طلبت منهم على المستوى الرتم والأداء في المباراة أن يلعبوا وأن يرغب نتيجة ستفتحته مع فريق كبير بسنانة الزمالك وفريق كبير جدا ولكن حاولنا بكل طرق يعني أنتم كنتم تحاولين إعداد الفريق بشكل نفسي تحدستم عن ما لوصلا بقتل الخوف أو تخفيف حدة التوتر إلى أي مدى ترى أن ده كان ملاحظ جدا خاصة في بعض الالتحامات الخشنة نوعا ما ضد عناصر فريق ند الزمالك هي الهزيمة ما حدثت ولكن الخبرات والتجربة هو ما حصلنا عليه ولهذا ما اقتلبناه من اللاعبين أن يتقدموا للأمام وأن يحاولوا وأن يعطوا المحاولات ممكن كي يستطيعون أن يقدموا أداء جيد وأنا أعلم أن لدينا مباراة مع الزمالك ثم أبو سليم بعدها وأبو سليم جاهزين للمباراة ولكن اللاعبون يحاولون ونحن نحاول على الصبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر